اشتركوا في القناة ايه اسبابها وايه اعرضها وطرق الكشف عن تشوهات الاجنة وكمان هنعرف اهم الفحوصات وكيفية تجنب تشوهات الاجنة ومعرفة ان الجنين سليم من التشوهات فارجوكوا استنوا معايا الاخر الفيديو لان الفيديو مهم جدا وبيهم كل ام مقبلة على الانجاب وكل ام حامل حركة الجنين التي تشعر بها الام دلالة على ان الجنين ينمو بشكل سليم في رحم الام من حيث الحجم والقوة بالطبع تقوم الام بمراقبة وادراك حركة الجنين حيث يمكن ان يكون انخفاض حركة الجنين علامة تحذيرية اولية لوجود خطر او ضعف للجنين وتسمى حركات الجنين الاولى التي تشعر فيها الام اسم التسريع وهي تعمل على تنبيه الام الى ان جنينها ينمو في رحمها ويحدث التسريع في الاسبوع السادس عشر الى الاسبوع الثاني والعشرين من الحمل ولابد ان تقوم الام بمراقبة حركة الجنين ويتم ذلك عن طريق ارشادات الطبيب لها ويقوم الطبيب بفحص الحركة الجنين ومتابعة عدد الركلات اذا لاحظت الام من خفاض في حركة الجنين وقامت بالمتابعة الطبية ذلك يجنبها حدوث اضرار للجنين ولابد من اجراء الفحصات لتقييم حركة الجنين وتسارع معدل ضربات القلب والتي تكون تقريبا خمستاشر نبضة في الدقيقة وتستمر خمستاشر سنة على الاقل ويتم ذلك في حوالي عشرين دقيقة كمان يتم عمل تصوير بالموجات فوق الصوتية لتقييم حركة تنفس الجنين وحركة الجسم والاطراف وحجم السائل الذي يحيد به تشوهات الاجنة والعيوب الخلقية من المشاكل الصعبة التي تحدث للجنين في رحم الام ومن الممكن ان تكون خفيفة حيث يبدو الطفل طبيعي او قد تكون شديدة لوجود مشاكل عضوية في اكثر من جهاز او عضو في جسم الطفل وقد يتتسبف الاعاقة مدى الحياة او تهدد حياة الطفل وقد يموت الطفل في السنوات الاولى من عمره وفي الغالب ينجح العلاج مع بعض العيوب الخلقية والتشوهات وخاصة المرتبطة بالتعليم والادراك والتفكير ويوجد بعض العيوب يمكن التعامل معها بالجراحة مثل الشفة الارنابية وبعض عيوب القلب ازباد تشوهات الاجنة تحدث نتيجة جينات معينة او تغيرات في الجينات او مزيج من هذه الاشياء او قد تكون غير معروفة كمان بتحدث الوراثة والعيوب الجينية حيث يرس الطفل لون العينين والشكل وفصلة الدم ويرس ايضا الجينات التي تسبب العيوب الخلقية مشاكل الكرموسومات وهي التي تسبب التغيرات لانها تحتوي على الجينات وتعمل على ظهور المشاكل الصحية والتشوهات تعرض الام الى شيء ما في الطبيعة المحيطة بها اثناء الحمل يؤدي الى حدوث التشوهات او اغز دواء او عقار غير قانوني او تعاطي الكحول او مادة كيميائية سمة او احد امراض التي تعاني منها الام اعراض التشوهات لقد عسر على عيوب خلقية في جميع انحاء العالم وتختلف مخاطر العيوب الخلقية حسب نوع العيب وتاريخ صحة الاسرة وعمر الوالدين وتختلف العيوب والتشوهات الخلقية من سيدة الاخرى من حيث شكل غير طبيعي للرأس او العينين او الازنين او الفم او الوجه وايضا اليدين والقدمين لوجود مشكلة في التغذية والنمو البطيء ويوجد العديد من المشاكل الخلقية زي الحبل الشوكي غير مغلق بالكامل مشاكل بالكلة ومشاكل قلبية ومشاكل معوية طرق الكشف عن تشوهات الاجنة عن طريق الفحوصات والاختبارات التي يمكن اجراءها اثناء وجود الطفل في رحم الام اول فحص الفا فيتو بروتين عن طريق فحص دم الام لان كبد الجنين يفرز هذا البروتين ويوجد في دم الام موجة الغدد التنسلية المشيمية لوجود هرمون تفرزه المشيمة يعني ان الطفل يعاني متلازم الدون فحص الشفافية القفوية ويتم عمل ذلك الاختبار في اواخر الشهور الثلاثة الاولى من الحمل وتغيير سماكة المنطقة الموجودة في مؤخرة عنق الطفل دلالة على زيادة خطر الاصابة بمتلازم الدون او مشاكل في الكرموسومات فحص السائل الذي يحيد بالطفل يتم اغزى عينا منه باستخدام ابرة دقيقة لمعرفة المشاكل الخلقية اغزى عينات من خلايا المشيمة لمعرفة العيوب الخلقية الورصية وكمان الموجات فوق الصوتية وتستخدم لانشاء صورة الاعضاء الداخلية لدى الجنين حيث يمكن الكشف عن بعض العيوب الخلقية الجسدية الفحص عن غير الجراحي مثل الولادة لمعرفة مدى وجود عيوب او تشوهات في الجنين او بالنسبة لمضاعفات المحتملة والعيوب الخلقية والتشوهات لدى الاطفال فهي كالاتي مشاكل قلبية ومشاكل معوية ومشاكل في الرئة ومشاكل في الرؤية والسمع وايضا مشاكل في الغدة الدراقية ومشاكل في التعليم وكمان التهابات الأزن الوسطى مرض السكري وضغط الدم مرتفع ومرض الرئة المزمن واضطرابات نقص الانتباه وفرط حركة وقلق واضطرابات الوسوس القهري كيفية تجنب تشوهات الأجنة للأسف لا يوجد إلا عدد قليل من الطرق المعروفة حاليا للمساعدة في منع بعض العيوب الخلقية ويجب على كل أم اتخاذ خطوات لتكون بصحة جيدة قبل الحمل وأثناءه واعتبر التطعيم ضد بعض أنواع العدوى مثل الحصبة الألمانية يمنع العيوب الخلقية التي تسببها تلك العدوى وتجنب شرب الكحول وتناول فيتامين يحتوي على حمض الفوليك لأنه يمنع حدوث تشوه في الأنبوب العصبي البعد عن التدخين والمدخنين وتجنب ارتفاع درجة حرارة الأم كيف أعرف أن جنيني سليم من التشوهات؟ بإجراء الاختبارات والفحوصات للأم فحص دم الأم واختبارات مستويات البروتين والحمض النووي للجنين من دم الأم الموجات فوق الصوتية وكمان مصل للأم وموجات فوق صوتية الشازة ومخطط صدق قلب الجنين تصوير الجنين بالرنين المغناطيسي أغزعين من المشيمة وقياس ضغط الدم فحص بول الأم وفحص ماء المشيمة وفحص الهرمونات والتأكد من عدم وجود تشوهات خلقية وفحصات أخرى كيفية معرفة الحمل غير السليم عن طريق عدم وجود نبضات القلب وتغيير النمو داخل الرحم والتشنج الزائد أثناء الحمل والنزيف أثناء الحمل ضعف حركة الجنين وكمان معنا علامات الجنين الطبيعي الحركة والنمو الطبيعي وعدد الركلات ودي كانت معلومتنا النهاردة ونتقابل في معلومة جديدة وفيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة